ده اختيار صعب ده اختيار صعبة وليلي هو اختيار الأغاني بالنسبة لي بيبقى ازاي يعني بالحاجات اللي بتحبيها بالحاجات اللي عايزة تبيني فيها صوتك التراص غاني جدا اللي بحسها أكتر حال يعني الأغنية هي بتفرض علي الموند فأنا وأنا بغنيها حتى انفعلت فيها هاش هي فيها إحساس حلو وبليخ كمان يعني بيترجم المعاني بشكل وإحنا صراحة عندنا يعني زمن الفن الجميل مليان يعني حتى الحنة اللي قلناها إيه عشان كده بقولك بتنقي الزي ده أنا ببقى محتار بجد يعني بحاول بقى أقول حاجات ما قلتهاش كتير قبل كده لكن أنا لو مليون حلقة هلاقي من زمن الجميل أغاني تملى حلقات يعني إنت إيه أكتر أغاني بتحبك إيه إنت بتحبها إيه يعني كل ما هو أصيل أصي أنت مشارك مشارك في حاجات كتير أنا يعني أنا عاشق لحياة كتير جدا يعني أنا عاشق للمكالسوم عاشق للمحمد عبد وصالح عزف القانون اللي مع سيد المكالسوم إذا أنا يعني يعني قلت وقلت عزف القانون هو مطر بالقانون أو الله هو بيصدر منه طلبا أصياد عبداللهاب يعني كل الفنون المحترمة أصياد عبدالحلين طبعا إنت كان لك علاقة كبيرة بالفنانة ورد الله يرهم آه أنا كنت يعني بشتغل معا وأنا في فرقة الماسية يعني وأخر ثلاث سنين في حياتي كنت أنا المايسترو بناء على الطلبة فهي يعني قالت رأيي فيها قالت ماجد سورك ده الأسعاف اللي جات أسعافتني يعني لقيتني بريحها كل حاجة فهمة جدا يعني كل حاجة على المسرح يعني من قبل ما تقولها لي أنا فهمها وبنافذها فكانت في منتهى السعادة بتبع علاقة شكلها إيه؟ علاقة المايسترو مع النجم الكبير ده لا لازم يكون فيه لينك على طول إحنا نشايفين بعض يعني لازم أنا عارف أنا طبعا عشان اشتغلت معاك عازف سنين طويلة فبقيت فهم تريد هناها واللي بتعوز واحتكد بيها من خلال الفرقة الماسية كتير يعني فلما بقيت أنا المايسترو بقيت كل حاجة هي عايزة تقولها لي أنا عارف ما هتقول لي كذا فتلاقيني بعملها من قبل ما أقول هالي فكانت الحمد لله علاقة جاملة جدا تحبي إيمان تغنيه وردة كتير؟ أنا واخد التوكيل تقريبا يعني في الأبرة كل سنة الحمد لله ذكراها يعني بتبقى كامل العدد كل سنة من قبل The Voice حتى بكتير يعني يمكن أنا جمهوري في الأبرة الحمد لله معروف كل حاجة بس هو كان مقفول على دار الأبرة فأنا لما دخلت The Voice أحبيت إن أنا صوت يوصل لناس أكتر يوصل للعالم العربي كله وأجيال جديدة كمان وما بكلاش موجودة عندنا أهو لكن جمهور الأبرة طبعا أنا دايما وردة بموت فيها طب ما تيجي نغنيه وردة تاني يهدف